من رحبكم مشاهدينا في برنامج بيتلي الكل وبالتحديد من داخل استيديوهات التلفزيون الأردني واسمحوا لنا أيضا أن نرحب بالأستاذ المحامي أكرم الزعبي هو كاتب وشاعر وفي نفس الوقت هو رئيس لرابطة الكتاب الأردنيين سابقا أهلا ومرحبا فيك أستاذ أستاذ الكريم الآن لم تعد الناحية الثقافية هي حالة رفية أصبحت جزء من أي شيء تهتم به الدولة لما له من تأثير على كافة القطاعات الفكرية والسياسية والأمنية والاجتماعية وبالتالي نشاهد بأنه للثقافة للكتاب أنا دائما أقول أصحاب المنابر والمحابر كما هم رجال الدين هناك رجال الثقافة لهم تأثير على المتلقي ووعي المتلقي في خدمة القضايا الإنسانية بشكل عام أهمية الثقافة في تغيير الوعي وإيصال الرسالة الإنسانية يعني ابتداء المثقف أو المبدع هو صاحب رسالة وهذه الرسالة يجب أن تكون شاملة وأن تكون عامة هذه الرسالة ليست رسالة فردية الكتاب لا يريد أن يوصل رسالة فردية فقط ويريد أن يوصل رسائل إلى هذا المجتمع الذي يعيش فيه وأن يتفاعل ويتعاطى مع قضايا وطنه وهمته بشكل كبير جدا لأنه مطلوب منه أن يكون أحد الداعمين والمؤسسين لوعي بقضايا الوطن وبقضايا الأمة وباهتماماتها وانشغالاتها ليس فقط على الجانب السياسي لكن وظيفة الشاعر والكاتب أن يصح السلوك سواء السلوك الفردي أو حتى السلوك الجماعي عليه واجب توجيه الرأي العام باتجاه الانتماء وخلق حالة وعي مستندة إلى الإرث الحضاري الموجود إلنا وللأسف ما عم نستغل بصورته الحقيقية يعني هذه الأمة في مرحلة من المراحل كانت منارة علم وإشعاع وكانت حضارة للأمم الأخرى وتراثها تستند إليه للأمم الأخرى لكن الآن في هذه المرحلة نحن في حالة محاولات لحاق بركب الحضارة لكن لا نحن أمسكنا بالجديد ولا نحن عدنا إلى القديم حتى نقوم بعمل توليفة خاصة فينا الآن أنا أتحدث وأريد أن نسلط الضوء على دور المهرجانات وأنت تدرك أستاذ بأن المهرجانات ليست فقط للغناء والموسيقى والتقاء الفنانين المهرجانات هي فرصة لالتقاء الأدباء والكتاب الذي أثره إذا عدنا إلى التاريخ كم أثر محمود درويش وكم أثر كثير من الكتاب الذي في الوعي المتلقي والوعي الجمعي الفكري للشارع العربي بشكل عام الآن تقام المهرجانات في الدول العربية الأردن على سبيل المثال مهرجان جرش في مصر الشقيقة هناك مهرجان العالمين يلتق الأدباء والكتاب والشعراء هذه المهرجانات هذه المرة هي حالة استثنائية لما يحدث في غزة يعني هي المهرجانات حالة حضارية نستطيع أن نسميها بأنها حالة حضارية وهي لا تقتصر فقط على الفن أو الغناء رغم أنه أيضا حتى الغناء أحيانا يحمل رسالة ويحمل قيمة وبالتالي هذه المهرجانات لها عدة جوانب جوانب ثقافية وجوانب فني كلهم يؤدي رسالته من المكان الذي هو موجود فيه يعني مثلا أنا قد لا أكون مهتم بالبرنامج الفني لكني معني كثيرا بالبرنامج الثقافي وبالتالي علي أن أتفاعل مع هذا البرنامج وأن أوصل رسالتي وأن أقول كلمتي هذه الكلمة أستطيع أن أوصل من خلالها الرسائل التي أريد إما للداخل الذي أعيش فيه قد أفتح قريحة غيري من الشعراء وأيضا أوصل رسائل إلى الشعراء العرب المشاركين الذين هم بعيدون قليلا عن الأحداث التي قريبة جدا مننا نحن وبالتالي نتأثر بها نحن أكثر من غيرنا أيضا المهرجان ليس فقط غناء وثقافة المهرجانات تحمل أيضا قيمة هناك ناس تعتاش وتجد لقمة عيشها من خلال عرض منتجاتهم من خلال عرض مضائعهم من خلال التعريف بمنظومة التراث وتقديم الأشياء التراثية كما يحدث مثلا في هذه المنتجات التي تبع في شارع الأمد حتى أستاذ أكرم الغناء والأغنية توصل رسالة وتحرك المشاعر وهذا ما نريد أن نخاطب به العقل والعاطفة بنفس الوقت حتى يمتزج الإنسان بالقضية الإنسانية بشكل عام دعونا نشاهد والمشاهدين في بيتلي الكل من مهرجان جراش كان للفنانة الأردنية ديانا كارزون غنت وغنت لفلسطين وغنت للقضية وتفاعل معها الجهور دعونا نشاهد هذه المقاطع ونعود لنستكمل حوابنا هذا جراش هذا العام وما قدم فيه جراش لهذا العام كان حتى على مستوى الفن هو الفن الملتزم وأي كلمة كانت تقال أو أي مغنى أو أي شعر جميعه يتعلق بالحالة الإنسانية الفلسطينية هذا العام إحدى تلك الأمسيات كانت استذكار للراحل الشاعر محمود درويش وحضرها مارسي الخليفة وجاءت من غزة أيضا لمهرجان جراش فرقة غزاوية صول اسمها صول كان هناك احتفالية كبيرة جدا لإثارة حالة من الثورة الفكرية حتى مرة أخرى نزيد الوعي لدى المتلقي بأنه لنا حق نحن لنا حق وأصحاب رسالة فلنحن نتحدث عن هذا الجانب يعني وكما تحدثنا قبل قليل أن صاحب الكلمة يحمل رسالة وهذه الرسالة يريد أن نوصلها ربما نحتاج أن نوصل صوتنا العربي إلى الآخر هذا يحتاج إلى تكاتف جميع الجهات الرسمية والخاصة أيضا كل من موقعه شاعر الأردن حيدر محمود كان له حضوره وتغنى في غزة وفي فلسطين وأثار الشجن وأثار الأسى بقصائده الجميلة التي ألقيت في المركز الثقافي الملكي باعتقادي أن حالة الحراك التي يقيمها مهرجان جرش في كل عام هي حالة صحية ربما كانت هناك بعض الأصوات المخالفة لإقامة المهرجان لكن أعتقد أن علينا كواجب كمثقفين وقادة رأي أن نقبل بالاختلاف وأن لا يلغي أحدنا الآخر طبعا فالذي قاطع لديه وجهة نظر والذي يشارك لديه وجهة نظر وعلى الجميع أن يحترموا آراء الآخرين لا نريد ثقافة الإلغاء أو الإقصاء لأن هذه ثقافة هي ثقافة مرضية ولا تمثل حالة صحية والأردن تقبل هذه الأصوات بصدر رحب وحاولنا من خلال الإعلام الأردني بأنه نوصل أن هذا المهرجان هذا العام هو حالة استثنائية وهذا المهرجان هذا العام هو حالة من التشبيك ما بين الإخوة العرب جميعا عندما يحضر اليوم في استوديوهات التلفزيون الأردني صباحا جميع برامج التلفزيون الأردني كانت مستضيفة لشعراء وكتاب التقيت أنا من العراق اليوم صباحا بشعراء وكتاب من السودان من البحرين من سوريا الشقيقة فهي فرصة للتشبيك بين الكتاب والأدباء والشعراء العرب صحيح بالتأكيد الشاعر سفير يعني هو عندما يأتي إلى بلد ما ثم يعود إلى بلده هو ينقل انطباعاته وينقل ما رأاه وبالتالي فهو سفير وهذه ما أسميتها في مرحلة ما بالدبلوماسية الثقافية نحتاج إلى أن نقبل بعضنا ومهرجان كبير بحجم مهرجان جرش خاصة هذا العام غني جدا بالفعاليات الفنية في مدينة جرش وغني أيضا بالفعاليات الثقافية هذا العام الفعاليات الثقافية غير مسبوقة لابد وحالة طبيعية جدا أن يحدث خلل ما هنا أو أن يحدث خطأ ما هناك لكن ليس علينا أن نعظم السلبيات على حساب الإيجابيات هناك حالة ثقافية وحراك ثقافي نستطيع أن نوصل كلمتنا أن نوصل رسالتنا ليس فقط إلى أنفسنا بل إلى الآخرين بكل جراء وشجاعة ولا نحتاج إلى أن نغي بعضنا بعضا نحتاج في هذه المرحلة الحساسة أن نتكاتف فكما أن ثيمة المهرجان كما قلنا هي عن غزة وعن اليوبيل الفضي لجلالة الملك علينا أن نلتف جميعا حول هذه الثيمة وأن نقدم ما لدينا بكل جراء وبكل وضوح وبكل صدق وشفافية وعلينا أن نتقبل الآخر وأن يتقبلنا الآخر أنا أشكر حضورك معنا لكن قبل أن ننهي حوارنا لنشاهد إحدى الفعاليات أيضا مشاهدين في بيت للكل كانت في مهرجان جراش هذا المهرجان أعاود وأركز مرة أخرى هذا المهرجان هذا العام على أرض جراش هو يختلف عن باقي السنوات السابقة مهرجان جراش هو مهرجان لغزة لذلك اسمحوا لنا أن نشاهد فرقة تكات السورية قدمت إلى جراش قدمت الفعاليات الغنائية برسالة إنسانية لتوصل صوت الحق الفلسطيني